السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم إبا حسن جي اف اكس اكاديمي اليوم سأتحدث عن تيب صغيرة ولكن مهمة جدا خصوصا للناس الذين دخلوا نيوك جديد دائما تقابلهم أو ليس دائما يعني معظم الناس عندي قابلتهم المشكلة ديت ومؤخرا كان أستاذ محمد ثمير قابلته نفس المشكلة وهي ان انت بعد ان تصلت بالنيوك وتبدأ تشتغل وتبصت تلاقي الكنيكشن بتاعت النيوز اللي احنا شايفينها دي مش بتبقى ظهرة يعني احيان بتبص تلاقي اختفاء في الكنيكشنز واحيانا النوز كمان ما بتبعش ظهرة ومجرد اسماء انت بقى بالصورة دي تلاقي النوز الجواف عندك عبارة عن كلام وحتى الكنيكشنز انت مش عارف ايه النوز اللي معتبطة بالتانية مش فاهم ايه المشكلة مع ان انت مسلطة بالبرنامج صح وكله حسب الستب سواء بالفيديو او بالخطوات المعروفة غالبا ما بتكون المشكلة دي او بالنسبة التسعة السانية المية تبقى سببها الاساسي هو كارت الشاشة بتاعك كارت الشاشة بتاعك هو اللي محتاج انه يتحدث التعريف بتاعه ممكن يكون التعريف نازل وشغال مع برامك تانية وتمم التمام لكن اه ممكن التعريف مش الاصلي فالحل الاساسي ان كارت الشاشة بتاخد التعريف بتاعها من الشركة بتاعته على الانترنت سواء شركة انتل او نيبيديا او ايا 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 كان انا حسب كرت الشاشة بتاعك بتجيب تعريف من الشركة بشكل اساسي وبديب اخر update وتنزله وتعرفه افترض ان انت دلوقتي عملت هذا الكلام وحاولت تشوف موضوع كرت الشاشة بتاعك وبرضو المشكلة لسه مستمران إذن علشان تتخلص من المشكلة بشكل مؤقت لغاية ما تحل مشكلة كارت الشاشة بتاعك وتبدأ الدنيا تنتظم عندك ممكن هفي حل مؤقت تجربه أساس محمد سمير أن أنت بتعمل دي سيبل لكارت الشاشة وبعد كده بتبدأ أن أنت تعتمد على الانتل بتاع اللاب بتاعك بمعنى بمعنى أن أنا بروح لماي كمبيوتر تلك يمين وروح لمنج ومنه بروح لديفايس مانجر وبدور على كارت الشاشة اللي جوة الديس بلي أدابتر أنا عندي كارت اللي هو نيفيديا كوادرو ألف بتاكل المشكلة في كارت الشاشة ونيوك بيشتغل أصلا على كارت الشاشة فبتروح لكارت الشاشة وبتقول له دي سيبل بكده انت بتوقف اعتمده هنا على الكارت فبتقول له لا ما تعتمدش علي خالص واعتمد على الانتل بتاعك على كارت الانتل اللي جوة اللاب بس طبعا الموضوع ده هيبطأ الشغل عندي هنا فمؤقتا هتضطر تعتمد على البروكسي مو ده علشان تبقى الدنيا أسرع شوية طيب لو انت عندك البروكسي بتاعك حلو كويس يعني حاطة البروكسي عالي شوية السيتس بتاعته عالية شوية تقدر تعتمد عليها برضو عبال ما تحلك مشكلة كارت الشاشة ازاي ان انت بتروح لأدت ومنها لبريفرنسز ومنها بتبدأ تدور على الهارد وير من الهارد وير بتبدأ تغير عندك يا اما انا طبعا معتمدة اصلا على الكوادرو تمام ممكن تغيرها بالسيبيو بتاعك اللي بالتلقائية بيتغير المحروض جوة سريتس لو ما تغيرش انت بتغيره حسب المتاح بتاعك سواء عندك البروكسيسور بتاعت تمانيا كور ولا اربعة ولا اثنين ولا ستاشر اي امكان عايز تفتحه كله هنا بس في الحالة دي الويندوز مش هتبقى سايب له حاجة مش هتبقى سايب له حاجة لو انت حد بتعمل بلاي لشيء تفتح ملف خلافه فانت كأنك بتقسم الكورز بتاعت البروكسورز بتاعك على حسب المتاح على اللاب بتاعك او الجهاز بتاعك بتختار منه كمية معينة هنا لليوك بحيس يبقى سريع فيها والباقي بتسيبه للجهاز ما هو يبدأ يتنفس يتحرك وخلافه وطبعا بتختار مكان الكاش وخلافه والكلام ده كله انا اتكلمت عنه بالتفصيل في موضوع الكاش وباقيت التعامل خصوصا مع الهاردوير عشان تبقى الدنيا اسرع اه في نيوك عموما وفي نيوك ستوديو بشكل اساسي ده كان جوة نيوك ستوديو هنا لما اه تكلمنا بالتفصيل على الهاردوير فخلينا في الجزء الاساسي بتاعنا اللي هو لو حابب ان انت تعمل ديسيبل بشكل مؤقت لكارت شاشة ممكن تعمله من الويندوز زي ما احنا شوفنا او ان انت تروح ببساطة جوة هنا للهاردوير وتعتمد مؤقتا على البروسيسور بس كارت الشاشة بتجد بيبقى سرع بكتير انه كده كده في اسناء الكاش والرندر بيعتمد من العلى على الرماد بتاعتك وعلى البروسيسور بياخد منهم جزء اساسي اسناء الرندر والضغط الاساسي بيبقى على كارت الشاشة فلحد ما تحل مشكلة كارت الشاشة اه وقفه مؤقتا علشان الدنيا ما توقفش مجرد ما تعمل ستارت البرنامج اه هتلاقي الدنيا بدأ التوضاح هتلاقي ان التونيكشنز ظهرت والدنيا شغيلة وكويس جدا فيش مشاكل طبعا كل ما السكريبت بتاعك بيزيد ممكن الدنيا تتقل شوية وكده خصوصا لو انت اعتمدت على الروتسكوب في الشغل بتاعك ولكن اه عشان متعطلش نفسك ممكن تعتمد على الحل ده لحد ما تحل مشكلة كارت الشاشة اتمنى تبدأ تكون تساعدت ناس اه بتواجه المشكلة ديت خصوصا في بداية البرنامج اه على حل الهارد وير والسوفت وير وبازن الله اي جديد هحاول ان انا اه اساعدكم به خصوصا في موضوع الهارد وير لان ده مشكلة ناس كتيرة بتاعني منهم بس اه بشكل اساسي يعني اه اه ممكن لو السكريبت بتاعك كبير وفيه شغل كتير ممكن تقسمه مش شرط كل حاجة تعملها في سكريبت واحد يعني انا عندي بروجيكت شغال عليه ممكن اه الجزئية الفلانية ديت هنشغال على شب معينة والخيمات بتاعتها وخلافه دي خلصتها هعملها في سكريبت هبدأ في سكريبت جديد هعمل حاجة تانية وهكذا ويتجمع كلهم جوا نيوكو ستوديو وينفنش الدنيا او اجمع النتائج في سكريبت جديد يعني لو كانت الدنيا تقيلة معاك قسم البروجيكت الواحد لسكريبتات صغيرة يعني احنا دلوقتي بنحاول نشوف اكتر من حل عشان الدنيا بالنسبة لك ما توقفش عندك مشكلة هنا وقق افكارت الشاشة واشتغل عندك البروجيكت عالي روح هنا جوا نيوكو وغيروه زي ما احنا قلنا دلوقتي البروجيكت بتاعك سكريبتات بدأت تتقل وبدأت الدنيا تتقل مش عارف تشتغل كويس قسموا الاكتر من سكريبت اكتر من بروجيكت يكملوا بعض ورندر النتائج وجمعها كلها وتكملوا فانش دنياتك ما توقفش حاولي منتا ما توقفش وبالتوفيق للجميع وان شاء الله نتقل قريب مع تبدئ السلام عليكم